أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا ورحب فيكم في ثاني فقراتنا لهذا الصباح واللي من خصيصها للحديث عن فن جميل وأغلب الناس بتشوفه بتنجذب له بس ممكن ما بتعرف شو اسمه ممكن رح نتعرف اليوم على فن الماندلة من معنى جيني الخليلي اللي بتتقن هذا الفن واللي شاركت كمان في أسبوع التراث في بيرزيت فمنرحب فيها معنا في هذا الصباح يسعد صباحك أهلا فيك في حالك اليوم؟ الحمد لله يعني عن جد أتحفت المكان بشغلك وعملك جد جميلة نيفين لو تعرفين عن حالك أكتر أنا نيفين عندي موهبة رسم أصلا أنا جرافيك ديزاينار بحب أرسم زخارف هلأ بلشت أرسم لي أشياء بالبيت فكان الكل يحب رسمي فبلشت أبيع أونلاين وشتركت في كذا معرض والحمد لله لأ يعني إقبالي ناس كتير عليه جميل جميل جدا لو بدنا حدث يعني عن الماندلة أرض يعني إحنا دائما منشوف يعني هاي الرسومات منحبها ومننجذبلها سمكا ما منعرف إيش هو هذا الفن أو كتعريف هلأ الماندلة الأرض هي عبارة الماندلة يعني الدائرة هلأ رسم مبني على الدائرة بنحط عليه أشكال متكررة وبتكون بدقة يعني من الصغير لأكبر وكمان بتعطي ألوان زي ما أنت شايف بتستخدم فيها كل الألوان الماندلة هي إشي صراحة هندي من التراث الهندي وكمان إلا من القرن الحدعش وكمان استخدموه بدول كتيرة هلأ الماندلة عبارة عن إحنا منقدر نقول لكل واحد برسمها بصير عنده إلو طريقته بالرسم يعني ممكن أنا طريقتي غير عن حد ثاني بس كلها بتتضمد نفس الإسم أكيد يعني وخاصة بهذا الفن فن الماندلة من ما تبلشت فيه؟ إلي تقريبا أنا سنة بس كنت أنا أرسم بالبيت يعني بس أنا انتشاري كان على موقع الفيسبوك تقريبا سنة وغير ما قلت لك المعارض فهو حد لو نتحدث شوية كمان عن الأشي اللي شايفينه كمان يعني هيا الناس أكيد عم بتشوف هذا الفن يعني هو فن يطبق على كتير شغلات بس أنت تطبقه على الخشب بالزبط في شيء يعني أنا يعني إيش بميز أن أنت بتميز في حبيتها شوفي أنا أعمل ديكورات للمطبخ وأعمل ديكورات للبيت ففي أشياء على المطبخ مثل كوسترات بحو برسمها على خشب وفي كاسات وفي مثلا هون عنده القتنج بورد والمعالق هل إبطعت للمطبخ جمالية وبتكون قطع ما في زيها وكمان ألوانها بتجذب بالمطبخ بتخلي إله حية أكتر هلأ في كمان ديكورات مثل براويز وأشياء تانية للبيت ممكن تستخدم أو أي منطي أو زاوية للبيت الحلو فيها إنه الألوان هلأ المندال جغتص مش بس برسمها وألوانها كمان صحيح يعني هي كمان تعتمد على الدقة والتفاصيل كمان تعتمد على هذا العمل؟ كمان تكون صبورة على هذا العمل؟ هو يريد صبر يعني لدو يرسم مندالة بديو يكون صبور جداً وكمان هي المندالة مش هي عبارة عن فن هي عبارة عن علاج نفسي لعنده توتر عصبي وما في عنده خاصة إحنا بها الأيام الواحد يخلص بسرعة مستعجل فالواحد إذا بديو يرسمها أو يلونها بديو طبعاً صبر وفي بيستخدموها دول بره اللي بديهم حد يلونها عشان فعلاً يعلموا كيف الصبر وزاحد في بورسمها بيكون أفضل يعني فهي بتعطي صفاء ذهني وروحي يعني مجربة جميل يعني أنت كمان بتحبيها كمان عشان هيك تعطيك شوية صفاء ذهني طبعاً لأنه لوحد لما أنت ترسمي تقعدي مثلاً ترسم أي خربوشة وآخر إشي بتحسي حالك أنجستي إشي فهذا إشي فعلاً بساعد الإنسان من الداخل لبرة باسترخاء والواحد يشيلها لشوية العصبية والتوتر صح خاصة مع كل ضغوط يعني الواحد تأرض لها كمان يعني أنت تستخدمي على الخشب فإيش المواد اللي بتحطيها عساس ضلها موجودة على الخشب هلا أنا بعد طبعاً ما أرسم وأستخدم الألوان أنا مثلاً عليهم مادة عشان ما يتأثر أو يخربوا لأدام يعني إنه مرة مش رح تكون مثلاً الإطعة إنها لفترة معين أكيد رح تضاين وكل ما كانت مثلاً إطعة للخشب عندك طويدة الأماد رح تكون شكلها بالعكس أحلى وأجمل لأنها بتعطي ألوانها مش رح تروح موادها يعني مستخدمة بدقة منيحة بتفكر أنه تستخدمي يعني ترسمي الماندلة على إيش تاني غير الخشب؟ أكيد يعني ممكن إن شاء الله لأقدام ممكن واحد يعني أنا بلشت جديد مثلاً أرسم على كسات ومعالي قبل ما كنت وأخذت فكرة إنه القطنج بورد أني أرسمهم لأن الواحد لن يجي عمل مثلاً سندوشات الأولاد ممكن الواحد بده إشي شوي ريح نفسياً يعني ممكن ألوان وممكن رسمة فعلاً بتساعد يعني أكيد طبعاً ممكن هي بتضلها منظر يعني كمان موجودة في المطبخ جميل جداً هي عن جد يعني تحفة فنية تعتبر جميلة جداً تجذب الواحد أكيد كمان يعني اللي بدنا تحدث ثانفين يعني أنت بتشتغلي من هذا الفن من سنة فكيف بتطوري من حالك أكتر يكون في عنديك أفكار جديدة دايماً هلأ التطويري بيكون من تشجيع الناس صراحة هلأ تشجيع الناس إجي هم بتطوروني وبيدعموني بالاستمرار وبيدعموني أكتر ممكن حد بيكون عنده كمان أفكار يعطيني إياها يعني إنه بتساعدني يعني مثل هيك إشي يعني تشجيع الناس اللي هو أهم إشي عندي بالنسبة لتشجيع الدان يعني الدان ألا تشجيع الناس إليك أكيد أهلي طبعاً يعني كلهم بدعموني يعني سواء أهلي كل الأرايب كلهم بدعموني لإنه اللي بحب الإشي يعني فعلاً وبتقنه بلاقي إقبال الناس عليه أكتر فيه أكيد يعني من إقبال الناس كذلك انت شاركت في أسبوع التراث في بيرزيت فكيف كانت تجربتك وكيف كان كمان ردود فعلاً الناس على اللوحات اللي بتعملية؟ فلأ كانت تجربة ممتازة حلوة لأنه كل الناس كانوا من بعيدهم مشين شوفوا إنه في كتير فيه وانتم شوفوا إيش هذا الإشي وشو إسم وشو معناته لأنه ما كان موجود يعني إنه بالبلاد إنهم يعرفوا أخذوا فكرة عنه اتعرفوا على إشي جديد والحمد لله كان يعني إقبال الناس ممتاز يعني في الأسبوع التراث جميل جداً بدنا نتحدث كمان يعني لو هيك لو أكتر قطع بتحبيها أو بتحب تشرحي عنها أو بتحب دائما تعمليها أو بتكرريها هلأ كل قطع تقريباً مبنية عشي واحد هو المندالة بس مثلا أنا بعش بحب هاي كتير لأنها هاي أخذت معي وقت بالضبط لأنها بتكون أكتر من وحدة لأ كل دائرة اسمها مندالة فهاي فيها خمس دوائر ومشتغلة بدقة يعني كتير من الصغيرة الكبير فأخذت مني وقت كتير وألوانها وكلها يعني خلص أن هي أكتر قطع يعني نكون مميزة عندي وفي أشياء تانية طبعاً غير اللي راح واللي نباع يعني كل قطع صراحة أنا بتتروح مني أو ببيعها عن جد لأني أنا مشتغلها يعني من جواتي فكتير يعني كل قطع إلها بالنسبة لأي مميزة أكيد طبعاً وبتهايق لي مش يعني كل قطع إلها مميزتها يعني لا قطع غير عن الثانية بالضبط كل واحد قطع غير سبق ألوانها ولا شكلها يعني صح بالنسبة كمان يعني أنت كيف سوقتي حالك في البداية وكيف الناس عرفتك أنا إش بدأت أرسم إلي للبات فكند أحط على صفحتي فالكل يسأل إنه للبيع تبيعيها فقلت لش لا ممكن أنا أبدأ أعمل وأبلش أسوق أونلاين ولما كان في معارض اشتركت بأكتر من معارض فكان إقبال الناس أكتر وأكتر فهي هذا الإش اللي لو صلت الله الحمد لله يعني الحمد لله أكيد دائماً الله يوفقك يعني وعشان هيك يعني قداش ممكن إنه حابت ضلت مستمرة في هذا العمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هي الإرادة أهم إشي عند الإنسان الحمد لله إرادتي عالية لإنه الدعم والتشجيع اللي بتعطوني إياهم بخلو إرادتي عالية فالحمد لله هي أهم إشي الإرادة هي رح تخليني مستمرة لأقدامه تكون طموحات أكبر إن شاء الله ورسم يكون على أشياء تانية أكتر أكيد إن شاء الله أكيد عشان هيك يحب يعني تعطي الرسالة لجميع أي حدا عنده موهبة وبقدر يعني يسقلها ويعتبرها يعني جزء من يعني كعمل أساسي في حياته خلق كل واحد عنده موهبة يطور حاله ما يعملها إله لنفسه بذاته بس بالعكس يفرج الناس إنه فعلا دعم الناس وتشجيعهم فعلا بأثر كثير على نفسية الإنسان يعني يطور حاله إنه بأفكاره سواء رسم ولا أي موهبة تانية وهذا بعدين دايما اللي بدرسوا في فنون جد الجرافيك والديكور بكونوا عن جد عندهم يعني قريبين على بعض آه بضبط عندهم عندهم عن جد هاي الروح يعني طولة البال وبطلع شي جميل جدا فيعني نتمنى لك كل التوفيق وتستمر دايما في عملك وتتحفين دايما بهذه اللوحات أكيد كمان ندعو الناس يفوتوا على صفحة كنيفين أب إن شاء الله أكيد شكرا شكرا كثير لك كنيفين الخليلي صاحبت أشغالي دوي شكرا أهلا فيك هلا من جمال اللوحات اللي شفنا هلا خلينا نروح لفقرة هل تعلم شكرا